كل صراع لا تحسمه التفاهمات في سوق المقايضات السياسية تدخل البندقية لتحسم الجدل فيه هذا ديدا الصراع السياسي في العراق منذ أكثر من 20 عاما وما يجري حاليا في ديالا ليس إلا تجسيدا لعمق النزاع بين الأحزاب عجلات شبه عسكرية تجوب مناطق ديالا ومسلحون يوجهون رسائل تهديد لأعضاء في مجلس المحافظة تهديد بالتصفية والقتل لبعض أعضاء المجلس دفعتهم للحديث عن التحول الخطير للنزاع المتواصل على منصب محافظة ديالا سبع جهات سياسية أكثرها نفوذا لها أجنحة ميليشيوية تتصارع على كرسي المحافظ ويبرز منهم المحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على تمسكه بمنصبه وسط رفض جهات أخرى وفي محاولة لمعرفة الجهات النافذة في الصراع ووقوفها خلف التهديدات التي طالت أعضاء في مجلس المحافظة كشفت مصادر صحفية أن من بين الجهات السياسية السبع التي لم تصلها التهديدات بالتصفية هي ثلاثة وهي تحالف ديالتنا للمحافظ السابق مثنى التميمي وتحالف استحقاق ديالا العائد لهادي العامري وكذلك الاتحاد الوطني الكردستاني مصادر محلية وثقت الفوضى الأمنية الحاصلة في ديالا والتحركات المسلحة المستمرة منذ عدة أيام دون أن يكون هناك تدخل للقوات الحكومية التي أخذت دور المتفرج الأمر الذي يؤكد مدى نفوذ الميليشيات في المحافظة التي تتعرض بين الحين والآخر لصراعات دموية وتخضع مؤسساتها لسطوة الأحزاب تحت مظلة الأكثرها قربا من إيران وهما العصائب وبدر ما تشهده ديالا في الوقت الحالي هو حلقة في مسلسل طويل يستهدف التركيبة السكانية في ديالا ولا يقل خطورة عما شهدته المحافظة السابقا من عمليات تهجير وتغيير ديمغرافي ممنهج